صوت مجلس النواب العراقي على إعفاء رئيس هيئة الإعلام والاتصالات صفاء الدين ربيع من منصبه مراسل الفلوجة في مجلس النواب قال إن التصويت جاء بعد أن أنهى مجلس النواب استجواب ربيع غيابيا لاستمرار تغيبه عن حضور جلسات استجوابه بداع المرض وكانت رئيسة كتلة إرادة نيابية حنان الفتلاوية التي وجهت أسئلة الاستجواب لربيع اتهمته بقضايا فساد كما اتهمت بعض أعضاء التحالف الوطني وكتلة الدعوة بالتستر على الفاسدين عقب انسحابهم من التصويت على إقالة ربيع في جلسة الثالث من نيسان الماضي وإعاقتهم التصويت لنقض النصاب